من جانبهم عزى أعضاء في مجلس محافظة صلاح الدين تكرار حالات الاختطاف من قبل عناصر داعش إلى الضعف في أداء الواجب الأمني والتراخي من قبل الأجهزة الأمنية فضلا عن تعدد مصادر القرار هناك حقيقة ضعف في أداء الواجب الأمني من قبل بعض الجهات الأمنية هناك تراخي من بعض الجهات هناك أيضا بعض الخروقات التي حصلت في بعض المناطق سببها الرئيسي نعزوه إلى أن العمليات العسكرية التي قمت في محافظة صلاح الدين بتحرير الأرض من عصابات داعش الإجرامية أدت إلى خلو هذه المناطق المحررة من القوات التي تمسك الأرض والتي تمسك زمام الأمر هذا يدل على عدم تنسيق بين القوات الأمنية الموجودة مع الحجد الشعبي مع فواج الطوارئ قيادة عمليات صلاح الدين قيادة عمليات سامرة وبالتالي هذا التعدد حقيق القرار في القيادات الأمنية سمح لهذه الأصابات التي تحولت من الهجمات المباشرة إلى تنفيذ أصابات داعشية في مناطق متفرقة في صلاح الدين ترجمة نانسي قنقر